بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري رجاء لا تنسى في هذه الليلة ليلة الجمعة صلاة صاحب الزمان سلام الله عليه هذه الصلاة التي يقول عنها صاحب الزمان سلام الله عليه بالنص من صلى هذه الصلاة ودعى بهذا الدعاء فتحت له أبواب السماء للإجابة ويجاب في وقته وليلته كائنا ما كان نصا الإمام هو الضامن سلام الله عليه ويكرر طبعا الإمام المهدي عليه السلام يقول من كانت له إلى الله تعالى حاجة فليغتس الليلة الجمعة بعد نصف الليل ويأتي مصلاة ويصلي هذه الصلاة ويدعو بهذا الدعاء فإن الله تعالى يقضي حاجته البتة كائنا ما كان أي قطعا بأن الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتك مهما كانت أحد الأخوة بعث إلينا برسالة وكانت لديه أربعة حوائج يقول صليتها في الإسبوع الماضي ليلة الجمعة الماضية فقضي خلال الإسبوع حاجتان صاحب الزمان عليه السلام بشفاعته عند الله سبحانه وتعالى قضى لي حاجتان مهمتان يعجز عنها الناس وبقي لدي حاجتان الليلة إن شاء الله أصليها كما يقول ونحن جميعا نصليها الإمام المهدي عليه السلام بنص العبارة يقول بأن الحاجة مقضية حتما في ليلة الجمعة مهما بلغت مهما كانت وهو الضامن على الله عز وجل فصلوا هذه الصلاة التي ماذا تفتح أبواب السماء للإجابة وليس هذا فقط بل تجاب في وقتك في نفس الساعة فورا الله سبحانه وتعالى يقضي حاجتك فلذلك لا تترك الأمل ما دام الله سبحانه وتعالى موجود ما دام صاحب الزمان عليه السلام موجود ما دام هذه الصلاة وصلت إلى مسامعك اليوم لكي تصليها في ليلة الجمعة إذن شاء الله وشاء صاحب الزمان أن يقضي لك حاجتك بالغ ما بلغت لا تقول صدفة أبدا لا توجد هناك صدف بل هي رسالة من الله سبحانه وتعالى رسالة من صاحب الزمان سلام الله عليه إذا وصل هذا المقطع الفيديوي لك واستمعت إليه فإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لك وإلا لو لم يشأ الله سبحانه وتعالى ولم يشأ صاحب الزمان سلام الله عليه لما علمت بأن في هذه الليلة تكون هذه الصلاة العظيمة فثق بالله وتوكل على الله فمن وثق بالله هراه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور وما خاب من تمسك بصاحب الزمان وأمن من لجأ إلى صاحب الزمان سلام الله عليه برنامج صباحات والأيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام